موسيقى يعاني العديد من العاملين في قطاع الطيران من طلبات الركاب الغريبة وأحيانا بعض التصرفات غير اللائقة من البعض قد تتسبب في الإزعاج للركاب الآخرين وتواجه المضيفات على وجه التحديد الكثير والكثير من المواقف المحرجة والأسئلة الغريبة التي تصدر من الركاب فعلى الرغم من التزام عدد كبير من الركاب بقواعد التواجد على متن الطائرات إلا أن البعض الآخر منهم يتصرف بشكل غير مألوف من بداية الإقلاع وحتى وصول الرحلة بسلام وأقدم إلى حضراتكم من قناتي كل جديد حول العالم هذا الفيديو عن بعض الطلبات والتصرفات الغريبة على متن رحلات الطيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك العديد والعديد من التصرفات الغريبة وأحيانا التصرفات غير اللائقة التي تحدث على رحلات الطيران حول أنحاء العالم وهناك من يرى أن هذه الأمور التي تحدث على متن الطائرات هي عبارة عن حرية شخصية وأيضا هناك من يراها عدم احترام للآخرين ولا حتى قواعد الطيران وأوضح أحد المعلقين على هذا الأمر أنه كيف كان الركاب يسافرون قديما وهم يرتدون ملابس أنيقة ويحترمون بعضهم البعض وقل لما كانت تحدث مشاكل خاصة من قبل الركاب في ذلك الزمان لكن في هذه الآونة اختلف الأمر كثيرا فيتصرف بعض الركاب بأسلوب غير لائق وغير آدمين بالمرة وهناك بعض الأسئلة الغريبة التي يوجهها بعض الركاب للمضيفات على متن الطائرات في رحلات مختلفة فقد طلب أحد الركاب من المضيفة أن تبلغ الكابتن بعدم الارتفاع عاليا حيث أن زوجته تعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة في حين طلب أحد الركاب من المضيفة أن تعود الطائرة مرة أخرى لبلده حيث أنه نسي محفظة نقوده في المنزل وفي موقف فريد من نوعه طلب أحد الركاب من المضيفة أن يحتفل بعيد ميلاده وأن يجلس بجانب الكابتن في قمرة القيادة وأن يلتقط لنفسه سور سيلفي معه للاحتفال بعيد ميلاده وربما تكون هناك بعض طلبات الركاب طريفة إلا أن بعضها ربما يتسبب في وقوة خسائر مادية فادحة ففي عام 2014 تسبب عدم صبر أحد الركاب على متن طائرة من الطائرات تابعة لشركة طيران شرق الصين في خسارة الشركة ما يقرب من 16 ألف دولار بعد أن سحب مفتاح باب الطوارئ مما تسبب في هبوط اضطرار للطائرة والسبب أنه يريد الوصول بسرعة أكبر حسبما ذكر موقع بيزنس إنسايدر وأيضا هناك من الأشياء الغريبة والعجيبة التي تحدث على الطائرة كوجود ببغاء وتمساح في الطائرة أكد هذا الموقع أيضا أنه هناك العديد من المواقف الغريبة التي تحدث على متن الطائرات وأن طاقم الطائرة يرى العجائب من الركاب كما أن هناك أشياء غريبة يعصر عليها طاقم الطائرة بعد نزول الركاب منها وفي إحدى هذه المرات تم العصور على ببغاء وأسماك مجففة وعنكبوت ومن الأشياء المقززة التي يعصر عليها طاقم الطائرة أيضا كانت حفاضات الأطفال التي يتركها الركاب أسفل الكراسي أو في المنطقة المخصصة لدليل تعليمات السلامة في الكرسي الذي يقع أمامهم وتتنوع التصرفات الغريبة بين الركاب فمنهم من يضع ملابسه لكي تجف على كراسي الطائرة والبعض الآخر يقوم بفرد قدميه أمامه لتصل إلى الراكب الذي يجلس أمامه دون مراعاة لشعوره مما يتسبب في بعض الأحيان في مشاجرات بين الركاب ويقول أحد أطقم الطائرات أن من أغرب الأسئلة التي وجهت إليهم كانت كيف تقف الطائرة في الهواء وسؤال آخر لماذا نسير ببطء في الهواء وعن سؤال أحد أطقم الطائرات عن أغرب الأشياء التي وجدوها أو عصروا عليها في أحد الرحلات قال عصرنا على طفل رضيع نسيته أمه بداخل الطائرة وعندما تذكرته أبلغت فورا وأرسلت زوجها ليأخذه كما تسبب أحد الركاب في إصارة الزعر داخل الطائرة عندما هرب منه تمساح الصغير ولم يتمكن من الإنساج به إلا بعد أن أصيب الجميع على الطائرة بالرعب ونشرت إحدى الصفحات المتخصصة في الكشف والتعليق على تصرفات الركاب في رحلات الطيران على تويتر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي ترصد غرائب وعجائب الركاب وتنوعة التعليقات بين اعتبار الأمر كونه حرية شخصية وبين من يرى أنه ينم عن عدم احترام للآخرين ولقواعد الطيران كما أوضحت هذه الصفحة كيف كان الركاب يسافرون قديما وهم يرتدون ملابس أنيقة ويحترمون بعضهم البعض وقال لما كانت تحدث مشاكل خاصة من قبل الركاب كل هذه المعلومات كانت عبارة عن طلبات غريبة وتصرفات أغرب تحدث من ركاب الطائرات أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة